الحصاد الحمد لله وفير وعند الرقم بتاع مليون وستمائة ألف فتوى خلال عام واحد اللي هو الفين اتنين وعشرين ويبدو ان هذا الرقم زاد عن الاعداد في السنوات السابقة يعني اولا تفسير دلالة هذا الرقم لان البعض ربما وانا كتبت عشان يعني ايه محمدش الاخرين زنب اللي انا بكتبه يعني لا الحقيقة يعني انا كتبت ان ده في حالة ديين للمجتمع لضرعة ان بقت فيك شاك فتوى الناس يعني فيه اكشاك طعام اه فيه اكشاك شرب اه فيه اكشاك طالت اه اكشاك فتوى ايضا اه فيه اكشاك فتوى فيه فتوى على النت اه فيه فتوى عن النت يعني سيادتك انت متصور ان مش ده زيادة شوية طبعا وجهة نظر سيادتك مقدرة بلا شك في انك تنظر الى هذا الكم نظرة سلبية نحن بالله لا نصادر على ذلك لكن نحن ننظر إليه نظرة إيجابية وإيجابية عميقة بمعنى أن ترك المساحة أنا أختلف مع سيادتك شويات كده ما فيش معنى أنا أختلف مع سيادتك ونرجع لتوفي برضه فهو سيادتك يعني إحنا تركنا المساحة فترة طويلة من الزمن لتفسيرات وتأويلات فرق معينة والتجاهات معينة وكان يراد أن توجد فجوة كبيرة بين المؤسسات الدينية الرسمية في الدولة وبين الشعب وعلى فكرة هذا ملاحظ وهذا يعني موجود وفي كتابات لهذه الجماعات الكثيرة ذوي الاتجاهات المختلفة فعندما هو يضع من الخطط ومن البرامج ومن إيجاد حد اللاوعي عند الناس بأن هذه المؤسسات هي على غير مصلحتكم وهي إنما تعمل على غير مراد الله عز وجل وإنما هي تبرر أعمال معينة فيرادوا من كل هذه المرحلة من الزمن ويسمونهم فقهاء السلطان ويسمونهم فقهاء السلطان وشيوخ القصر وما لا زالك لكن التسمية هي ثمرة لحالة كانت موجودة يراد منها أن يوجد هذا الفصل وهذا الانفصام بينها ليستغلاله بلا شك لأنه هو في فترة من فترات يعني أزيد سيادتك تشخيصا هو سرق الشارع سرق العقل سيد وعي زائف في قضايا بعينها قضايا الوطن بشكل عام هو تقريبا كان متعمد يمحي فكرة الوطن في هذا السياق ولذلك الثقة عادت إلى الشعب المصري بوعيه أيوة والثقة عادت من مظاهر عديدة جدا شف سيادتك في الدعوات التي كانت في 11-11 والتي كان يعني يراهن عليها وبشدة ومع ذلك عندما جاء يوم 11-11 ربما هو أحسن الأيام التي وجدناها لم نرى شيئا فكان هذا استفتاء خفيا مستترا مفصحا عن وعي المصريين بالمرحلة التي نمر بها وبثقة أيضا في المؤسسات الدولة وفي أساسيات المتخزة وفي القيادة كل ذلك في الحقيقة ينضم إليه هذا الاتجاه يعني أنا أقرأ هذا الرقم الذي أفصحت عنه سيادتك في أو الذي أفصحنا عنه في الحصاد على أنه هو يتماشى تماما ويتناغم تماما مع هذه الحالة من الثقة التي عادت إلى الدولة حصاد الصقة في المؤسسة أنا أقرأه إيجابيا على هذا النحوة وأقول بأن الشعب أدرك بأن الفهم السديد للدين الإسلامي والتوجه الصحيح للدين الإسلامي كان في ذلك الموروث العلمي المنهجي الذي كان عليه الأزهر الشريف والذي ورثه علماء الأزهر الشريف والذي كانت عليه در الإفتاء المصرية ودر الإفتاء المصرية عقلها هو عقل الأزهر الشريف ولا يعني يصادر علينا أحد مثل هذا الاتجاه لكن العقل الذي نفكر فيه هو عقل منهجي علمي موروث عن ذلك العلم الأزهري المتؤصل في العقول وفي النفوس وفي القلوب على مراحل وعلى أركان العملية الأزهرية وجدنا أن الناس قد أقبلوا إقبالا على مؤسسة در الإفتاء المصرية بهذا الرقم الكبير الذي نحن نسعد به ونعمل على جلب الثقة أكثر فأكثر وعلى زيادة هذا العلم وهو الحيث